أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات بفضل الأمن والاستقرار في البلاد وفي كلمته خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية شدد الرئيس السيسي على أن دور الجيش أن يحمي ويصون ويضحي من أجل بلاده مضيفا أن الجيش المصري يحفظ على الاستقرار والأمان دائما وقال الرئيس السيسي أن التخرج من الكلية يعد خطوة هامة في حياة كل خريج مشددا على أهمية الإرادة حتى يستطيع الإنسان التغلب على كافة الأمور والتحديات ومعالجتها تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في جولة ليلية مواسعة سير العمل بمشروعات التطوير بالعديد من الطرق والميادين الرئيسية بمدينة شرم الشيخ ضمن قطوات استعداد المدينة لاستقبال المشاركين بمؤتمر تغير المناخ وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار التنصيق بين مختلف الجهات التي تنفذ المشروعات والعمل على الانتهاء من تلك المشروعات قبل بدء فعالية المؤتمر وذلك للظهور بالمظهر اللائق بمكانة الدولة وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميدان السلام وعدد من الميادين الأخرى وكذلك أعمال الإضاءة الليلية كما تبع سير العمل في عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن جهود تهيئة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ ممشى السلام وخلال الجولة التفقدية أكد مدبولي أهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهية حضارية يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ ويكذب السائحين والزوار كما يساعد على إتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل وفي ختم جولته الليلية بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقه أعمال تطوير سقالة شرم الشيخ بخليج نعمة وخلال الجولة استمع مدبولي إلى شرح لتفاصيل المشروع حيث تمت الإشارة إلى سقالة خليج نعمة التي تعد أول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء كاملة ولذا فإن لها قيمة تاريخية كبيرة كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال رفع الكفاءة بطريق الملك عبدالله بخليج نعمة أكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبدالجواد أن القوات الجوية تمارس مهمها بكل عزيمة وإسرار ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر وهن الفريق محمود فؤاد عبدالجواد رجال القوات الجوية بمختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية التسعين الذي يوافق ذكرى يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 1973 والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية والمعروفة بمعركة المنصورة وأكد قائد القوات الجوية دعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكاناتها بما يعزز قدراتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية من انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا جديدا للعراق وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تحط جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات بشكل ودي وسلمي من خلال العملية السياسية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية الناتو ينسى ستولتنبرغ إن الحلف سيرقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة لكنه لم يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة وخلال حوار مع الصحفيين بعد اجتماع على مدى يومين لوزراء الدفاع دول حلف الناتو حدر ستولتنبرغ موسكو من عواقب وخيمة إذا استخدمت أي نوع من الأسلحة النووية ضد أوكرانيا لكنه امتنع عن الإفساح عن تفاصيل حول طبيعة الرد المحتمل من الحلف على ذلك وأضاف أنه حتى استخدام سلاح نووي صغير سيكون أمرا خطيرا للغاية وسيغير بشكل جذري طبيعة الأزمة في أوكرانيا أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى صوباء البحر قبلت ساحلها الشرقية وهو الأحدث في سلسلة عمليات الإطلاق وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من نحو عشر مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين مضيفا أن بيونجيانج أطلقت حوالي مائة وسبعين قضيفة مدفعية قبالت سواحلها الشرقية والغربية وفرضت سول أولى العقوبات من جانب واحد على بيونجيانج منذ ما يقرب من خمسة سنوات حيث أدرجت في القائمة السوداء خمسة عشر فردا من كوريا الشمالية وستة عشر مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ انتهى موجز السامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر